السلام عليكم صباح الفل يا غويين حلقة اليوم هعرفك ازاي تخلي ارتفاع الديك البرهما عالي وتزيد من وزنهم ويبقى مستواهم كوي ورشهم متستف يعني تأسس الكاتكوت البرهما او الديك البرهما صح علشان تقدر تبيعه بسعر عالي وتكسب ولو انت من خارج مصر اكتب لانت متابعين منين علشان اعمل لك حلقة بعملة دولتك وبالصفات اللي في دولتك الام جسري جميل جدا بيعمل على نمو الريش وزيادة نمو العظام ومن صفات الطير اصلا يا جماعة بيحسن من جمال الطير غير الام جسري اقدر اجيب اي مكمل غذائي بطرة او بشرة يحتوى على الحديد والزنك والمغنسيوم والنحاس اقدر اجيب محر البحر او ديكال باقي اتناشا ايه ديكال باقي اتناشا ده بشري ده حلو للعظام وللريش ولتقوية منعة الطير يعني بشكل عام كده اقدر اقول لك ادي للطيور بتاعتك مكمل غذائي يحتوى على عدة عناصر او كلاسيوم او املح معدنية اه او اه فيتامين سي وتقدر تعمل الفيتامين السي ده يا جماعة اشروا البرتقان واليوسف اندي تأشروا وتجففوا وتقدموا للطير الليمون طيب لو في رش مكسر في الديك انسل شد الرش المكسر ماشي ورش عليه مية بخال او مية بملح طيب لو احنا في فصل الشتاء مينفعش مينفعش اغرقه مية صح ولا ايه حتى لو دافيا غلط اعمل ايه بقى اشتغل عليه بالاعشاب الطبعية مع المكملات الغذائية اللي انا بديها له اعرفوا يا غويين ان نسبة نجاحك في تربية الطيور هي العلف وتقديمك للطيور طريقة تقديمك العلف للطيور ازاي يعني في واحد بيطلع يحط الاكل والماء وخلاص ازاي ما تيجي مع ابو البرك وفي واحد تاني بيضيف العشاب الطبعية لو في واحد تاني في الماء اعشاب طبعية او او مكملات غذائية وعلى العلف اعشاب طبعية والطوم والبصل بضرق او فرش عادي والكركم والجنزبيل والحلبة وبزور اللقاح مع بزرق التان بزرق جرجير الحاجات دي جميلة جدا واحد صارف ومكلف فانت عايز طوره تبقى عاملة ازاي هتبقى تحف طبع ليه الحاجات دي بتزيد من مو الطير بتحس الرش الطير بتخلي وشه احمر لما تلاقي الفرخ ضخم قدامك ووشه احمر ومستوى جميل هتدفع اي تمن هتدفعه خليك كده دخلت بما زاد او معرض او جالك مرب فرقته حاجات زي اللي قدامك دي كده تحف رشها متستف مش متسخة الوانهم جميلة احجامهم اجمل من بعض اعمارهم صغيرة لسه مهماش كبار في السن مفهمش رشة مكسورة ومواصفاتهم عالية اللي هو ايه الدلات الزغيرة الرجلين الصفرة الدهر السبعة العرف الزغير الوش العابس الحاجات دي مطلوبة عايز اقول لكم ان الدج ده تسع شهور ممكن ما جابهمش والدجاجة ست شهور يعني لسه صغيرين امتى يحلوه ويثبته عند السنة ونص يثبت خلاص او بعد السنة اقدر اقول دول خلاص معدوش هيحلوه اكتر من كده فاهمني؟ مع ان يا جماعة معظم الدجاج الزينة والحمام كل ما بيقدم في السنة بيحلاوه فاهمني؟ شكله بيبقى احلى واجمل فعلشان تضمن تخصيب الديك وان الدجاجة تبيض ويبقى شكلهم حلو وخليين من اي امراض اشتغل بالحاجات اللي انا بقولك على دي فمرة تدلهم عسل اسود في المية جميل جدا لو عندهم ديدان او حاسس ان مش بيبنع عليهم الاكل اللي انت بتدولهم معلقة شيح على رتل من المية واغليها وبعد ما تغليها وتبرد حل الرتل دي على كمان رتل مية بيض زيه ومسع للطور بتاعتك ده حلو جدا للددان طارد للددان طبيعي عشبة طبيعية ايه ففي حاجات كتير يا جماعة جميل المورينجة في شجرة المورينجة تقدر تجيبها من عند العطار المورينجة هتجيبها بودرة زي الكوركم والجنزبيل والحاجات دي جيب بخمسة جناب عشرة جناب جيب بواحد دولار لو انت في دولة برا بدينار باتنين دينار زي ما تجيب وقدم للطاق الحاجات دي مفيدة يا جماعة جدا احنا هوين الطيور دي ليه؟ عشان احنا بنحبها وفي ناس عاملها كمشروع فزي ما هتدي المشروعك زي ما هيديك زي ما هتكرم الطيور اللي قدامك دي ربنا هيكرمك فرعوا الطيور اهتموا بيها مجال جميل يا جماعة ملواش وحش ما تبخلش عليهم لو انت بقى مقاحبط وارفان ومتدايق بقدر الامكان وخدها نصحة من المملكة نظف السطح عند طيورك نظف مكان طيورك ستف طيورك كده وحن عليها بس ونظف المكان اسمع مني نظف المكان وعقمه وانت هتحس براحة نفسية ونفسك هتتفتح لتربية الطيور تاني وبقى دعيلي برجاء تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولو في استفسار اكتبلي في التعليقات سامو عليكم